على مستوى السوق السعودي فقد أغلق المؤشر الرئيس تاسي تدولة اليوم على الارتفاع بنسبة بلغت 76 من 100% لغلق عند مستوى 12835 نقطة تدولة بلغت قيمتها الإجمالية 9 مليارات ريال و28 مليون جاء سهم شركة السعودية لأنبيب الصلب في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة 9.89% عند 78 ريال و90 هلالة تلقى سهم شركة الكابلات السعودية بنسبة 9.86% عند 69 ريال و10 هلالات كما ارتفع سهم شركة توب العربية للتأمين تعاوني بنسبة 9% لغلق عند 37 ريال و30 هلالة ونمع تصدر سهم شركة السعودية للتباع والتغليف قيمت الأسهم الأكثر انخفاضا نسبة بلغت 6.56% عند 16 ريال و82 هلالة ترجمة نانسي قنقر